موسيقى هاي حسن كامل الصباح لبناني من منطقة النبطية ولد سنة 1895 درس بالجامعة الأمريكية ببيروت وكان بارع بالرياضيات وعنده اهتمام كبير بالاطلاع على نظريات العلماء بمجال الذرة والنسبية سفر الصباح على أمريكا واشتغل بشركة جنرال إلكتريك يلي كانت تمنحه على كل اختراع مبلغ دولار أمريكا واحد وصل عدد اختراعات حسن كامل الصباح من أجهزة وآلات بمجالات الهندس الكهربائية والتلفزة وهندسة الطيران والطاقة لأكتر من 52 اختراع منا 37 اختراع منفرد و15 اختراع بالتعاون مع زملائه الباحثين بالشركة من اختراعاته جهاز ضبط الضغط يلي بيحدد لقوة الكهربائية اللازمة لتشغيل مختلف الآلات جهاز لنقل الصورة يستخدم اليوم بالتصوير الكهروضوئي يلي بترتكز عليه السينما الحديثة مين قال انه الصباح كان رائد بالطاقة الشمسية من خلال اختراع بطارية كهربائية بتولد كهرباء بمجرد تعرضها للشمس أنا قال شوفكم بكرة شكرا